أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الرياضية والبداية بأهم ما تناولته وصحف الرياضية اليومية لنهاري اليوم الموافق للعشر أوت 2016 يومية تشبكة افتتحت صفحتها الأولى بعنوان عريض عن تتويج ريال مدريد بلقب كأس سوبر الأوروبي وقالت في عنوانها بذكريات العشرة راموس يعيد الريال في الدقائقية الأخيرة وذلك بعد أن تمكن المدفع الإسباني سيرجيو راموس من تكرار سيناريو نهائي التامبشونز ليغ حين عاد في آخر دقيقة من اللقاء أمام الجار أكليتيكو مدريد سنة 2014 يهدي للريال لقب البطولة العشرة في ذلك الوقت وعن غريم الريال الأصلي نادي برشلونا كتبت اليومية في صفحتها السبعة برشلونا يستقر على هوية المهاجم الرابع الذي قد يدعم النادي الكتالوني في الأيام القليلة القادمة وذلك بعد انتقال ما نجل الفريق فرنانديز إلى البغازيل من أجل التفاوض مع إدارة النادي جيريميو لضم مهاجمه لغا جيريمي بغية تضعيم ثلاثية الأمسان الموسم المقبل وفي موضوع آخر تطرقت إليه اليومية حيث قالت فيه أن النادي الإيطالي أيسي ميلان يقترب من ضمي المهاجم الإيطالي بنادي جينوة الإيطالي أو بافولتي مقابل تصريح مهاجمه ماتري لهذا الأخير كما ذكرت أن المهاجم الكلومبي ليروتسونيري يقترب من التوقيع في الدورية الإنجليزي رفقة ويستهام يومية كومبيتيسون نطقة بالفرنسية كتبت في إحدى صفحتها اتحاد لاصمة يضع اللمسة الأخيرة في تحضيرتها قبل مواجهة مولودية بيجاية في افتتاح الموسم الكروي الجديد 2016-2017 من أجل دفاع عن اللقاب وكدت تتويج بي المزيد من الألقاب كما أشرت أن مدرب الفريق عيد العبروش يركز كثيرا على المباراة الودية التي سيخضها الفريق ضد نادي بارادو يومية البتاغ النطقة بالفرنسية هي الأخرى كتبت في صفحتها تسعة تصريحا لمدرب مولودية الجزائر جمال مناد الذي أكد من خلاله أنه لن يواجه الأندية التونسية في المستقبل خلال تحضيرته لانطلاق الموسم وذلك بسبب تعرض بعض لاعبه للإصابة من خلال المباراة الودية التي خاضها الفريق في تربصه في تونس وذلك بسبب الخشونة التي يعتمدها لعب مختلف الأندية التونسية كما أن الحكام لا يقومون بحماية اللاعبين حسب تصريحا من المباراة